السلام عليكم في هذا الفيديو سأريك مجال مربح على اليوتيوب يمكنك العمل عليه وجني أرباح خيالية نعم يا إخواني صدقوني فكما أنني سوف أريكم القناوات التي تتعمل في هذا المجال كم تربح شهريا نعم يا إخواني كل ما عليك متابعة هذا الفيديو من الأول إلى الآخر كي تفهم بشكل جيد كما أنني أنا شخصيا لو ركزت في هذا المجال الذي سأقدم لكم الآن لو ربحت أضعاف من الأموال التي أتقادها على قناة قلعة الشروع كما أنني في هذا الفيديو سأريك بالتطبيق يعني شرح تطبيقي لكيفية عمل هذه الفيديوهات على قناتك وكيفية تقوم بتعديلها تابعنا قبل أن أبدأ في الشرح سأريكم أرباح هذه المواقع كما نشاهد هذا يعني هذه قناة هناك الكثير من القناوات هذه فقط قناة روعة كورة القدم من بلد مصر كما نشاهدون هذا الشخص يعني يربح اللهم مبارك عليه كما نشاهدونه يعني آخر فيديو وضعه في شهر خمسة يوم ثلاثة ربح في 52 دولار في اللايف لم يربح سواء القليل كما نشاهد لكن الفيديوهات ملخصات دائما نركز يا أخي وأختي الكريمة نركز عن الملخصات مثلا البارحة بدأت ريفيل بول مع روما بعد نهاية المباراة فأنت كل ما عليك هو فعله وأن تذهب وتقوم بتلخيص هذه المباراة وتقوم فقط بعمل أما محاولات الأهداف أو فقط الأهداف وقم بوضعها في قناتي حتما ستجرب العديد من الزيارات والعديد من المشاهدات وأيضا الاشتراكات فكما نعلم نحن في اليوتيوب فلن تستطيع تحقيق الدخل إلا بعدها يعني أن تصبح قناتك فيها ألف مشترك وربعة ألاف ساعة فأنت يعني عندما ويعني هذه مهمة جدا للمبتدئين ومن يفكر أن يبدأ في اليوتيوب في أي مجال كيفما كان ويريد أن تكون قناتك فيها ميزة تحقيق الدخل فأبدأ بالقرى ابدأ بالقرى دعم الخاصات سيتم مشاهدتها حتما سيتم مشاهدتها إن الشعب الشعب العالم العرى أو الشعب العالم بأكمله يحب القرى يعني والكل سيشاهد فيديوهاتك وسيقوم بالاشتراك دائما ضع لهم قل لهم أن يشاركوا كما نشاهد بعض الفيديوهات في كل هذه القنوات فأتحتم عليك أن تشارك في قناتها لماذا؟ لأنهم يريدون أن يشاركي يضعون تحقيق الدخل فيها وهناك يعني كثير من القنوات فيها ميزة تحقيق الدخل ويربحون في مجال القرى وكن على يقين أن القرى ستجلب لك أرباح كثيرة عوض التقنية هذه بالتجربة بالتجربة يا إخواني أنا لديها يعني قناة تقنية كما تشاهد فيها هذا الفيديو فأرباحها ضائلة جدا والله يا إخواني لم نربح سوى القليل بمجهود كبير يعني تريد أن تضع أي فيديو يجب أن تفكر في هذا الفيديو ما سفى تقوله للمتابعين إلى غير ذلك بعدها تضع الفيديو تقوم بعمل المونتاج بعدما تقوم بعمل المونتاج تقوم برفع على قناة اليوتيوب تنتظر ساعة أو نصف ساعة يعني على الإنترنت التي لدينا يعني في المغرب كارثية يعني مجهود كبير والمال يعني قليل جدا ولكن لا مشكلة الحملة إلا فنحن يعني يعني أنا أحب أحب هذا المجال أنا من هذا المجال منذ سنة الفين وتسعة في هذا المجال فقط في التدوين إما على قناة اليوتيوب فمنذ سنة الفين وتلاتة عشر لكي لا نذهب إلى موضوع يعني آخر فسأريك يعني في هذا الفيديو فكيف تقوم بقص يعني هاتي الملخصات كيف تقوم بتعديلها إلى غير ذلك يعني فقط أحب أحب أن أريكم فقط الأرباح الخاصة بالقنوات التي يربحون الأموال كما تشاهد القنوات فهي معروفة يعني هناك القنوات حتى ليس فيها حتى يعني كما تشاهد فقط شخصي أتي يضع اسم القناة ويضع الفيديوهات ويكسب منها كما تشاهدون أجد المليون مشاهدة يعني شيء فقط 2018 في شهر أربعة شاهد شهر أربعة يعني كل شيء سهل والله يا إخواني أنه بإمكانك أن تبدأ في هذا المجال في اليوتيوب يعني بسهولة بسهولة غلي ما أبغى شو سهل يعني سهل سهل جدا كما أنني سأريك الطريقة وكما أذكر وكما أقول لو لم تكن لدي قناة قلعة شروح لو وضعت هذه الفكرة لكن أنا يعني أركز على شيء واحد كما قلت لكم في الفيديو السابق أنا أركز على شيء واحد لكي لا أشتت تركيز ولكي يعني أعمل جهدي كله في قناة واحدة وليس في عدة قنوات ما عليك هو أن تقوم بإنشاء قناة على اليوتيوب طرقة سهلة جدا فقط إنشاء جيميل وستتم إنشاؤه ومناك الكثير من شرحها ذلك لا داع لي كي أقوم بشرحها لأنها سهلة بعدها تقوم بتحميل هذا البرنامج كامتازيا كامتازيا السوديو لا تقلق إذا كنت لا تعرف كيفية العمل فيه أنا سأريك طريقة العمل في هذا البرنامج برنامج جيد ورائع والكل يستعمله في المباريات وفي كل شيء يعني أنا أعمل بي المونتاج أعمل بي كل شيء أيضا إذا كنت تريد أن تعمل شيء بروفيسيونيل فأنصحك بأفتر إفكت أو صونيفيكاس لكن المبتدئين يعني كامتازيا نعم جيد فبعدما تقوم بتحميل البرنامج وتقوم بتثبيتي على حسوبك فهذا هو البرنامج كما تشاهدون فنقوم بتثبيتي فهذا البرنامج هو بنفسه تقوم أيضا بتصوير سطح المكتب كما تشاهدون أنا الآن أقوم بتصوير سطح المكتب نعم جيد فكيف الآن أنت تتساءل وهذا السؤال لديه دائما جواب فأنت تتساءل وتقول كيف أقوم بتصوير هذه المباراة وأن أقوم بتصوير بالضبط يعني محاولة التسجيل إلى غير ذلك طريقة سهلة فإذا كنت من عشاق الكرة فأنت تشاهد المبارايات في حسوبك نعم تشاهد تستمتع وفي نفس الوقت لديك قلم ومذكرة هذه القلم ومذكرة تقوم فقط بكتابة الدقيقة التي كانت فيها محاولة التسجيل أو فيها الهدف تقوم بتبثيم بعدما ينتهي البط المباشر فأنت تقوم بإعادة هذا البط المباشر وتذهب إلى الدقيقة التي كانت فيها محاولة التسجيل أو الهدف نعم هنا بعدما تذهب تقوم بتصوير سطح المكتب بهذا البرنامج كامتازي تقوم بتصويره بعدما تقوم بتعديلي نعم جيد فالآن قمت بتصويره يعني بأكمله قمت بتصوير محاولة التسجيل والأهدف فتذهب إلى هذا البرنامج كامتازي تضع هنا الفيديو هكذا نعم جيد أول شيء هو أنك تضع الاشتراك إذا كنت تريد لماذا؟ لكي تجلب لقناتك بعض الاشتراكات يعني إذا كنت مبتدئ وتريد تحقيق الدخل في قناتك لابد أن يكون هناك عدد كبير من الاشتراكات وعدد كبير من المشاهدات نعم جيد نعم بعدها يعني تقوم بعمل يعني الفيديو هكذا وتقوم فقط بعمل المحاولات هنا كل شخص وما يفعل هناك من يفعل فقط هناك من يقوم بعمل محاولة التسجيل والأهداف وهناك من يقوم فقط بعمل الأهداف أنت ما تريد نعم جيد بعدما تقوم بتعديلي فيمكنك قص أي صورة نعم تريد قص فقط تقوم بالضغط هنا وتقوم بالضغط على S يعني في الكيبورد S يتم قسم الصورة كما تشاهد يتم قسم الفيديو نعم بعدها أريد قسم يعني من هنا أيضا تقوم بالضغط على S نعم جيد بعدها تقوم بقط بالضغط على هذه المكان وتقوم بالضغط على هنا Delete سيتم مسح الفيديو نعم أن جيد فلدينا فقط لقطة قمنا بحد فيها ويمكنك يعني التحكم بالفيديو بشكل أفضل هنا إذا كنت تريد أن تقوم بتخفيض الصوت كما تشاهد أو تريد أن تقوم أيضا بحد فيه أو تقوم حتى إذا كنت تريد أن تقوم بفرقه على الفيديو فيمكنك أيضا يعني تحكم فيه وتقوم بحد فيه أو إدخال يعني موسيقى سأريدك الطريقة فهي سهلة هكذا تقوم بإدخال الموسيقى نقوم بوضعها في هذا المكان في هذه الخانة بعدها يمكنك التحكم فيها ووضعها في هذا المكان كما تشاهد يمكنك التحكم فيها في الصوت كما تشاهد كما تشاهد كل شيء سهل الصورة الصورة نأتي بصورة هنا هكذا نعم كما تشاهدون هذه الصورة يمكنك التحكم فيها ووضعها إما في هذا المكان أو في هذا المكان نعم فبعدما تقوم بتعديل فيديو بإضافة له الصوت المؤتئلات أو الصور فنقوم بعمل له الحفظ طريقة سهلة نقوم فقط بالضغط هنا نعم بعدها هنا تختار الجودة التي تريدها نصحك بعمل له 720 HD بعدها نكس بعدها تقوم بتسمية الفيديو ومن الأفضل أن تضع عنوان مباشر لكي يتم حتى إذا قمت برفعه يتم رفعه بالعنوان الذي وضعته في هذا المكان نعم بعدها نقوم بإضافة ويتم حفظ الفيديو بعدها تقوم بنشره على قناتك في اليوتيوب نعم جيد وفي عملية الرفع فأركز على الصورة أن تكون بشكل أنيق لكي الزائر أن يضغط على الفيديو لكي يشاهد الملخص زائد يجب أن تضع هنا الطاق الطاق مهم جدا يعني ما يكتبه يعني الشخص الزائر يعني عند نهاية المباراة فالشخص يعني يحب أن يرى يعني هذا الملخص فما سيكتبه في عملية السيرج في البحث فأنت يجب أن تقوم بكتبته هنا في الطاق لكي تسهل عملية البحث وأيضا أن يتم إظهار الفيديو للشخص الذي يبحث عنه فعليس بالمثال هنا أن تقوم بوضع ملخص مباراة روما وليفيربول تضع في هذا المكان تضع أهداف روما وليفيربول تضع بكتابة أيضا روما لوحدة وليفيربول وحدة فقط في هذا المكان تقوم بكتابتهم لكي تسهل عملية البحث هنا في الوصف تضع صفحاتك تقول لهم أو المرجو منكم للشارك إلى غير ذلك فهي معروفة هنا في الإعدادات المتقدمة هنا تضع سبورت يعني ما يظهر في هذا الفيديو هو ألعاب الرياضة وفي الأخير أتمنى من صبيم القلب أنك استهدت في هذه الحلقة لا تنسى الضغط على الزر لايك ولم لا الاشتراك في قناتنا قلعة الشروح هناك أزد من 45 ألف مشترك على قناتنا والضغط هنا على الجرس فهو مهم جدا لكي تتوصل بكل جديد إن شاء الله ويعني إعجاب أيضا بصفحتنا يعني أضع فيه دائما الجديد ودهو بروفايلي الشخصي يعني أضع فيه كل ما يتعلق بفيديوهات تقنية تجدوها فقط على صفحتي أتمنى لكم التوفيق دوم توم في أمان الله